ان سيدنا بوسعيد الخضري لما عمل كده ودورت في البخار احنا ما عندناش اي مشكلة والبخاري العين والرأس وجميل واحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الصحيح اصحه كتاب بعد كتاب الله عز وجل والبعدية هنا مش مطلقة لان كتاب الله مطلق لا يساوي بشيء ولكن بنقول في الاستدلال بالايات والاحديث ده يجي في الاستدلال بعد كتاب الله بتجيب البخاري عشان تبدأ تستدل منه عشان بس ما عندناش يقول ايه بخاري باللتاق فالمهم حديث سيدنا ابو سعيد الخضري ومعروف كل الناس وكان يمشي فوجد رجل اللا ديغا ارسته اقرب وهو سيد الحي فالمهم ما لا اعمل ايه بس ده سيدنا ابو سعيد الخضري وما فيش طب سعيده والراجل رابط رجله بقى ولا تعبانه عمال يتألم وما فيش طب في الصحراء عمل ايه ما واذا عجزت عن الطب وجدت الرقية الشرعية ايوه بس تكون من ايه من انسان اهل للرقية الشرعية زي ما ينفعش الطب من غير طبيب الرقية الشرعية تجوم من رجل يتوسم فيه الصلاح وبين وهوه دون ان دون ان ياخذ ايه او لا مش مهم المهم ان انت او انت نفسك اقرأ لنفسك روخ يا شرعية فالمهم سيدنا بقى سيدنا ابو سعيد الخضري رضي اللي عمل ايه اهل فجي وما يسألو اهل الراجل اللي هو سيد الحي اما فيكم من راق ما فيش حد يرقى فاسيقته لا ما فيناش فاسيدنا ابو سعيد خضري اللت او اغتحاه الاه ما هو ما ما فيش علاج في الصحراء ما فيش طبيب وهم كان سيد قوم costly لو فيه طبيب هيجبوله على طول واذا كان في العهزة العصري موجود فما فيش طب فالمؤمن سيدنا وسيدنا خدري قالها اغرب رح قالي بصدق التجاء لله شو بقى الجمال وبمعنى ايه كمان اننا الراجل ده مش مسلم وبالطريقة هسادعوه الى اسلام وهمشى عليه القرآن اللي هو فيه ايه شفاء ورحمة للمؤمنين معين ده مش مؤمن بس فيه شفاء للناس المؤمن رحمه قال ارع للفتحة فكأنما نشطة من عقال كأنه مفيش حاجة ببركة القرآن بس معهم ابو سعيد الخضر الصحابي الجليل اللي هو يبغي من القرآن وجه الله ويبغي النفع لهذا الانسان وليس النفع لنفسه المهم انا عمل كده رح رعا للسيد النبي رح ادروا شيء شيئا يعني خراف فراح للسيدنا النبي وقال له انا عملت كذا كذا قال له وما يدريك شو بقى الكلام وقال له وما يدريك كأنها رقية رقية انت عرفت منين الفتحة دي ممكن ترقي بيه رقية مش علاج رقية قال له انا قلت كده قال له صحيح اللي انت عملته جميل بس ليه لان ابو سعيد الخضري لم يدعي الطب اهي ودا ابو سعيد الخضري ما وجد طبيبا والناس ما وجدوا طبيبا فاذا عجزت عن الطب ولم تجده فالجأ الى الرقية واحد تاني يقول لي طب يعني الرقية ما تنفعش مع الطب قلت لك انا من الاول اعمل اللي اتنين مع بعض بس منسبش الطب بيخلينا مع الطب ومعها الرقية الشرعية ما فيش طب يبقى رقية شرعية ده شيء جميل بس برضو في الاتنين انا لا امبئ عن نفسي بانني انا اشفي دون ما ان امبئ عن نفسي هذا معنيه من شوية وان انا بشخي الناس وان انا بعالج وان انا مكتب وان انا مش عرف ابدا اهل الله اخفياء وقد يكونوا معهم الدواء ولكنهم اذا اوتوا باحد من اهل الامراض يعمل ايه نقول زي بحثوا هجر بعمل كده وفي حجاهات بقى فهذا امر كثير حضرت اشتركوا في القناة